بسم الله ابنه روح القدس الواحد امين فرحانين برجوع الاجتماع تاني نعمة كبيرة زي ما بقول الترنيمة ان انتوا تجتمعوا تاني في الكنيسة في بيت ربنا فعلا يعني الواحد بيحس كده لاحق الترنيم زي يقولك زي ملعص فورما وجد بيته زي الامامة الحيرانة بيتك يا ربنا حبيته بيتك مليته بامانة فنعمة كبيرة فعلا وحاجة عظيمة جدا ان احنا نجتمع في الكنيسة صلوا ربنا ما اسمعش تاني بقى في الكنيسة وتتفتح بقية المدرسة الاحد والفروع كلها لحقيقة كنت عايزة اكلمكم النهاردة فكنت افكر اكلمكم عن خطية في الانجيل مذكورة والمسيح لولماجد بيحذرنا منها لخطرتها خطية دي اللي هي الادانة خطية الايه الادانة التالي موضوع خطية الادانة دي ناس كتيرة بتعملها وهي ما بتحسش انها خطي يعني ايه يعني اللي حصل فلانة دي بتعمل وبتسوه وبتخلي واحد يتكلم دي متعبة دي ده متعف ده سوي ده ايه كده ده ايه ده دايما الناس بتتكلم مادة حديث يعني يعني الادانة دي بتبقى عند الناس مادة للحديث عشان يحكوا مع بعض كده بحيث ان هم يبقوا حبايب مع بعض فيحكوا على حد غيرهم هم ودي خطيرة جدا موضوع الادانة ده موضوع خطير جدا فلو جينا نشوف اكتر واحد بدين مين عايز حد كده يفكر فيكم اكتر حد دين في كتاب المؤدس اكتر واحد دين ها حد بيقول هنا حد بيقول هنا ها يهوزة لا ها مسامع ما سمعت السدقيني حد هنا قال ليه الشيطان اكتر واحد بي دين في الناس كلها هو الشيطان مسايب حد في حاله مسايب حد في ايه خليكم معايا خليكم معايا خليكم معايا الشيطان اكتر واحد بي دين حد يعرف اسام الشيطان ايه من ضمن اسمه المشتكي يعني الشيطان يروح يشتكي عن ناس وشفت ده وحي شو بيعمل وبيساوه وبيخلي اشتكي على مين ايوب يبقى المشتكي يشتكي عن ناس حتى في ايه في سفر الرؤية بتقول كده قد طرح المشتكي على اخواتنا اتطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت المشتكي على مين على اخواتنا يعني طول النهار بيشتكي عن ناس ده وحي شو ده وحي شو ده بيعمل وده بيساوه ده بيخلي وده خلي بيرفع شاكوه المين شاكوه دي كان بيرفعها المين لربنا قالوا شوفت ايوبه يلا بقى انتقم منه بقى يلا وريني فيه بقى شوف هتعمل مع ايوب ده ايه عشان كده المشتكي هو الشيطان اكتر واحد مين يعرف ليه الشيطان بيشتكي عن ناس ليه الشيطان بيشتكي عن ناس بيشتكي كتير اوي يوقعهم هو ليه بيشتكي من اصله اللي يخليه يشتكي عن ناس عايز يوقعهم ليه في الشر ويوقعهم في اعمالهم ليه عشان ايه انتو بعدها مش هينفع سألكو وترده لكن معلش كان نفسي ان احنا ندردش لو كان الفصل لو كان حاجة صغيرة كنا ندردشنا لكن بيشتكي عن ناس لانه بعيد عن ننا شرير وقاسي عدو للخير عايز يشوف فيهم يوم يشوف في ده يوم وفي ده يوم وفي ده يوم وينتق من دوت ويبهدل ده ويبهدل ده يفرح وينبسط لما لما الناس يجرالها ايه تتبهدل يجرالها ايه حاجة تتأذي ينبسط مش يتقال عنه من البدء كان قتالا للايه للناس يبقى الشيطان ما البدء كان من البدء من زمان كان قتالا للناس فالشيطان كده مش عايز يسيب حد في حاله عايز نفسه يشوف في الكل حاجة كده وحشة كده لدرجة حتى الحيوان ما يسيبوش في حاله عارفين المعجزة بتاعة المسيح للمجد بتاعة كرة الجدريين لما طلع الشيطان اللاجئون اللي كان في الولد اللي بتاع كرة الجدريين وبعدين ايه اللي حصل ايه قالوا ابعتنا لاي حد نقذي اي حد بقى يعني ما نطلع من الواد ده نروح فين نروح للخنازير نقذيهم نغرق الخنازير في المي طب دي حيوان يعني هتنبسط اه نغرق حد وخلاص نموت حد نخسرهم خسارة مادية اي حاجة فسبب الشيطان سبب ان هو بيشتكي على اخواتنا والايدانة بتاعته طول النهار الاساوى اللي في قلبه والشر اللي في قلبه عشان كده خطورة جدا من حد يدين يبقى لما يبقى فيه اساوى يبقى فيه حكم صعب على الناس طب العكس بتاع الاساوى ديت العكس الاساوى لو واحد حنين قوي لما يشوف حد بيغلط يعمل ايه يعمل ايه معاه ها يعمل ايه معاه شوف حد بيغلط ما عليش اقومه اقسطر عليه يا رب سامحه ما عليش شي عشان كده فيه ايه هتلاقاها عندكم بتقول في امثال في سفر الامثال تقول كده ان الايه البغضة تهيج خصومات تقول محبة تاستر كسرة من الخطاي شوف حد كده بتحبيه يكون اختك حبيبتك قوي يجي حد يقول كلمة عليك يا شيخة ما تقصدش يا شيخة دي قالت كذب ما تقصدش انا عرفاها انا هارف قلبها دي انت فيه امتيها غلط انت اللي فيه امتي غلط او ما عليش ان كانت متضايقة كانت زعلانة ولا حاجة او بنتك مثلا جي حد يتكلم على بنتك شوفيها ترد ازاي ولا تقولي لا اه دي بيت مفترية وتستحقق اطمر قبتها دي بنت دي هتقولي كده لا طبعا مش هتقولي كده هتقولي دي بنتي احسن بنت صح يبقى اللي يخلي اليدانة تبقى سهلة هي ايه بقى هي الاساوة عدم المحبة شفتوا الاية بتاعة البغضة المحبة تستر كسرة من الخطايا والبغضة اللي هي الكراهية تهيج تهيج الخصومات حاجة صعبة فبصراحة بقى حاجة صعبة قوي ان الواحد يدينته للنهار ده معناه انه ايه انه مش مزبوط قلبه فيه ما فيهش محبة كفاية لو قلبي فيه محبة كفاية زي ما هعمل مع بنتي بالزبط هعمل مع الناس الباقيين مع جارتي ومعادية 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 طب اكتر واحد يستر هو مين ها انا سمعكم بتقوله ربنا حتى لو مسمعكم بس سمعكم بقلبي بتقوله ربنا اكتر واحد ما بيدنش الناس هو الديان صوروا بقى اكتر واحد مش عايز يحكم عن الناس طبعا هو الديان هو العادل ويحكم عن الناس بس هو مطول باله قوي عشان كده اسم ربنا لما جيس قاله عن اسم ربنا في سفر الخروج فقال اسم عجيب قوي قال اسم عجيب قوي ايه الاسم ده اللي قاله في سفر الخروج الاسم اللي قاله في سفر الخروج هو الاسم اللي ايه هنجبه لكم دلوقتي في سفر خروج تلاتة وتلاتين مسنير مين هتطلعه لكم الاسم ده ايه بقى أن ربنا اسمه زي ما انتم شايفين في صفر الخروج يقول كده هو خروج 33 يقول يقول خروج 34 آية 7 فاكتاز الرب قدامه ونادى الرب الرب إله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوثاء يبقى الرب إيه بقى اسمه إيه بقى اسم الرب إيه إيه اسمه هلنادى نقول اسمه إيه رحيم وبعدين إيه تاني رؤوف إيه تاني بطيء الغضب إيه تاني كثير الإحسان والوثاء كثير الإحسان والوثاء حافظ الإحسان إلى ألوف غاثر الإسم والمعصية والخطيئة ده إيه ده إيه الحنية دي وإيه اللطف ده وإيه طلط البال ده وإيه الغفران ده هو ده ربنا هو ده ربنا رغم إنه من حقه نيدين لكن باله طويل عارفين لو ربنا ده عايز يدين كل واحد مننا كل واحد فينا له خطايا عارفين السعقة بتاعة النموس اللي النموس هتدخل تروح إيه على طول السعق تروح مفرقعة كلنا يحصل لنا كده كل واحد فينا عنده إيه خطايا وعنده 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 منا كلنا إيه دعا على طول لكن الله الحنين طويل الباب طب ليه هو حنين كده ليه حنين قل ليه خليه حنين كده عشان حنيته عايز يبني عايز يشجع عايز يغفر عايز يخلينا بقى حلو يصبر علي مش عايز على طول إيه يهلك لكن الشيطان قاسي عايز إيه دبح على طول دبح على طول يلا 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 خلص والله صنع الخيرات حنين قوي بيصبر قوي طول باله قوي قول ما عليش ده موسى الأسود ده وحش جدا وحلته حالة قول أصبر عليه يا رب ده ده رئيس عصابة قول أصبر عليه ده ما قتل أصبر عليه ما فيش فايدة منه وعنيف وحلته حالة أصبر عليه يمكن يتوب عشان كده الآية الجميلة قوي عن المسيح لو المجد في متى 12 آية 18 لواحد وعشرين يقول المسيح عن نفسه عن نفسه بقى لأن دي جت نبوة عنه في أشعية وفكرهم بيها فتح السفر كده وإيه والوحي الإلهي قال عنه أنه هو ده اللي كتب عنه هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرد به إيه نفسي إيه بقى تاني الذي سرد به نفسي أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالإيه يخبر الأمم بالحق وبعدين الآية اللي أنتوا عارفينها قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ يعني مش عايز عارفين القصب مردودة ده إيه يعني ساعات لما تبقى عصاية عارفين إيد المقشة عندكم لما تتكسر يبقى إيه مش علاقة على إيه على حاجة كده لسه يعني فقالوا خلاص بقى طمع ورميها بقوا خلاص ده يقول لا أعمل أجبرها فتيلة مدخنة المفروض الفتيلة إن هي بتبقى منورة بالليل في الضلمة بتاع فوقتهم اتطفت خلاص ما يقولش أكمل عليها ولا أصلحها حط لها زيت أصلحها أطلع فيها السماض اللي فيها عشان تنور تاني فالله عنده رجاء بلاش كلمة رجاء رجاء ده بتاعت البشر أو الله عايز يقيم كل إنسان مننا مهما كانت خطايا تابو الشيطان لا طبعا عايز يهلك طيب يبقى اللي بيدين وزي الشيطان بعد عنوكو يتشبه بالشيطان عمل برضو يشتكي على أخواته دي كذا وده كذا وده وحش وده بيه وده بيه كأنه بيشتكي مع الشيطان لربنا شوف يا رب دي وحشة شوف يا رب دي وحشة واللي بيستر قول له لا معلش يا ربي اصبر عليها شوية هيبقى كويس هاتي بقى كويسة ده غلبان حنيتك طويلة طول بلك عليها طول بلك عليها في فرق بين الاتنين ولا لأ ها حد شايف فرق بين الاتنين ده حاجة وده إيه وده حاجة تانية ده موضوع وده موضوع فعشان كده صعب قوي اني ايه ان الواحد يدين يبقى قاسي الاساوى الساوي الادانة الساوي اساوى وحكم طولي طب هو ربنا بيسمع ربنا شايف وهو عادل من غير ما تقول او تقولي لكن كأني بقى ارفع مظلمة لله من فلان او فلانة لما بادينه فهنا الله اللي بيلحظ فوق لك الله انت رفع المظلمة دي تقوله او لا خلي بالك لو المظلمة دي قدام المحكمة الالهية مش مظبوطة في تفاهم تاني ليه بقى لان الشريعة تقول لو واحد رح شاهد على واحد بالزور ودي موجودة في سفر التسنية 19 تسنية 19 ايه 16 لآية 21 يقول اذا قام شاهد الزور على انسان ليشهد عليه بزيغ زيغ يعني بالكتب يعني يعني انت مش متأكد هي نيتها كده ولا لا او انت مش متأكدها نيتها ايه بس انت قلت لا هادي تقصد تقصد كذا وكذا 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 وفضلت تقول او تقولي وطلع اني لا قلبها مفهوش ده كله واني كانت بتصرف تصرف بنية حسنة يبقى انت هنا قدمت مظلمة لله مش مزبوطة الحل ايه تسمعوا بقى الشريعة تقول ايه اذا قام شاهد الزور على انسان ليشهد عليه بزيغ يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة امام الرب الاتنين يوقفوا اصاد مين واحنا وحنا نتكلم على بعضنا احنا الاتنين اصاد مين بتكلم على فلان او فلان انا واللي بتكلم عليه اصاد مين الديان العادل أصاد الديان العادل فإحنا الاتنين وقفين أصاد الديان العادل وبعدين يقول إيه يقف الرجلان اللذين بينهم الخصومة أمام الرب أمام الكهنة ومساعدين وقفين أمام الكهنة بس في الحقيقة هم وقفين أصاد مين أو القضاء بس وقفين أصاد مين أصاد ربنا والقضاء الذي يمكنون في تلك الأيام فإن فحص القضاء جيدا وإذ الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه ففعلوا به كما نوى أن يفعل بأخي اللي نيته كان يعمل إيه فأخوه اعملوا فيه بالزبط افعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه ففعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه فتنزعوا الشر من وسطكم ده واحد بيفتري على أخواته تنزعوا الشر منين من وسطكم وذلك الأمر يقول ويسمع البقون فيخافون ولا يعدون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطهم لتشفق عينيك نفس بنفس عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل شوف بقى خطورة بقى إيه رأيك في الخطورة دي عشان كده في خطورة خطورة جدا 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 إن حدي إيه إن حدي دين أخوه أنت بتقدم مظلمة وأنت بتقدم مظلمة لله وما أنتش متأكد الموضوع ده إيه وأنت بتتعامل بأساوة حتى لو هو غلطان أو حتى لو هي غلطانة أنت بتتعامل بأساوة وبتحكم وبتطلب وبتطلب شر لغيرك وأزيد غيرك خلونا بقى في الجد بقى إزاي أنا ما دنشي وإزاي أسطر تيجي إزاي دي إحنا قلناها من شوية مفروض أنتم عارفين نعمل إيه إزاي أنا ما دنشي وإزاي أنا أسطر إيه إيه رأيكم تيجي إزاي دي تقول لي ما غزفين عني ما هي غلطة آه هي غلطة آه آه أنا مميزة إن ده غلط أنا مش مسطل عارف إن ديش تيما هي شتمت مثلا أو كتبت أو عمت أو سوى أو خالة أنا عارف إن دي خطية بس الحكم معناه أساوة في قلبي بطلب عليها عمل نيابة وبطلب أشد الحكم عليه بالغيز والإيه وأتمنى لها أتمنى لها الشر مثلا هم؟ فأخدين بالكم معي فأنا مميز الخطأ بس ممكن حاجة من حكتين أبقى حنين وأقول أدبر لها على تبرير آه ألتم مثلها العذر آه أحس إن إيه ما أنا بغلط أنا كمان طب أرحمها أطلب ربنا يقيمها من خطيتها يبقى أنا مميز إن دي خطأ بس في قلبي من جوة في حنية بحاول أسطر وإيه واطلب الرحمة النحية التانية أنا ممكن حتى أظن إن هي غلطة حتى من غير ما تغلط ليه الظن السوق وأقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ظن بس ما يكونش إيه ما يكونش صد هي تقصد وهي تقصد حاجة صعبة طب إزاي أنا قلبي أسطر بقى وما دين شي إيه رأيكم عارفين إزاي الإيدانة بتنبع من القلب وستري على أخويا بينبع من إين من القلب لو قلدي حلوة في محبة هلاقي نفسي إنسان طيب بيطلب الرحمة للكل بيبقى زي الله الرؤوف كثير الرحمة الرحيم العايز يسترع الكل العايز يبني الكل الحنين والعكس لو قلبي ما فيهوش محبة ربنا ولا فيه نعمة ربنا ولا نعمة الروح القدس يبقى هنا تلاقيه قلبي آسي فعشان كده القلب هو المشكلة في مين فقلبي شكله إيه قلبي شكله إيه قلبي بيتمنى لخل الكل ولا لأ لو قلبي مع المسيح هبقى زي المسيح هشوف الخطيئة هبقى عارف إن خطيئة بس هبقى زعلين على الشخص عشان كده معلمنا بقول لسي رسول بيقول من يضعف وأنا لا إيه لا أضعف إزاي يشوف حد بيضعف وأنا ما بقاش أنا كمان كده بقى حزين عليه وبقى إيه حاسس أنه كمان ضعيف معاه واضعف يا رب كده وابكي كده وبقى حاسس أنه أنا كمان يا رب يعني بحسني ضعيف كده أنا كمان معاه من يعصر وانا لا ألتهي بقلبي يكلني على اللي بيعصر ده أوكي لكن فرد شفت حد بيغلط قلت آه يستحق أبا هنا مش تابع مين مش تابع ربنا عارفين المسيح شاف أرشاليم اللي رفضته وكان شايف وعارف اللي هيحصل بالنبوات وخراب أرشاليم فعمل ايه مش متش ما قالش يستحقه ما قالش ده يستحقه الحرق ساعة تطلع من بق حد منين أقولك ده فلندا يستحق الحرق يا بشويش تقولش كلمة دي ده حكمة تصدرش حكم صعب على حد بالحرق إزاي نصدر حكمة على حد عارفين المسيح عمل ايه بكى على المدينة شايف ان المدينة هتخرب فعمل ايه مش احرم من جوة بقت المدينة اللي هتخرب أرشاليم العظيمة فبص على المدينة المحبوبة وابتدى يبكي عليها لو علمتي ما هو مخفي عن عنانيكي ها انت مش مش داريانا يحصل لك يا أرشاليم وبكى على ايه على المدينة بكى على المدينة شان كده القلب شكله ايه القلب حنين وطيب هيسطر لما تيجي بصوا لأصحاح بتاع المحبة هتلاقوه كنسوس يتكلم عن الموضوع ده يقول محبة لا تطلب من لنفسها المحبة لا تظن السوق لا تفرح بالاسم لا تفرح بالحق فالمحبة ما تفرحش بالشر تفرح بالحق المحبة لا تحتد المحبة ترفق ترفق يعني تبقى ايه تبقى احنينة ترفق تتقنى ما تقولش يلا نخلص منه ولا نخلص منه ونشكيه على طول دي نخلص منه ده ما يستحقش بشويش فدي اللي عايزينه احنا نكتسبه النهاردة عايزين ايه بقى عايزين المحبة دي تملى القلب المحبة دي تملى القلب محبة تملى القلب بقول له يا ربي انا هحط نفسي مكان الشخص ده انا الاخر بغلط ارحمني يا رب عشان كده بقول له تستكبر بل ايه بل خف ما تستكبرش لما تلاقي حد بيغلط ماذا بيغلط النهاردة انت بكرة تغلط انت كمان بكرة تغلط وانت بكرة تغلطي كمان بسهولة وهتفكر انك وطلب مراحمة الله طلب مراحمة الله عشان كده يقول لنا بالكيل الذي به يتاكلون يكال لكم ويزاد طب هتكيل ازاي بالرحمة هكيل بالايه بالرحمة اطلب الرحمة اطلبه مراحمة الله يبقى تضاع ويتاني وطلب مراحمة الله وصلا من اجل الاخرين لحد اللي فات كانت الانجيل بيقول باركوا ولا تلعنوا باركوا ولا تلعنوا بارك ما تلعنش ما تلعنش بارك قول يا رب سامحه يا رب سامحها يا رب اخفل له يا رب اخفل لها لان الديان فوق لما هيشوفك بتعمل كده هيقول انا ارحمه وكمان ده في السكة بتاعتي ماشي معايا طلب المراحم والرقافات للناس ده عايز يبني مش عايز يهد لان اللي بيدين غيره ده عايز يهد في مملكة ربنا عايز يضيع ده ويضيع ده ويضيع ده ويروح بقى زي المطرح ما يروحه وده يجراله يجراله دول بتوعك دول بتوع المسيح الناس دي اللي انت عايز تخلص منهم وعايز ربنا يهلكهم دول دول تبع المسيح اقتناهم بدمه فازي تجرق وازي تجرائي وتطلبوا ايه وتطلبوا تطلبوا ليهم حاجة وحشة ما تشتغل مع المسيح ابني اشتغل مع المسيح خلص ازاي انك تصلي من اجل فلان وفلان وفلان وتطلب مراحم له فانت تاخد رحمة وهم ياخدوا رحمة لكن لو انا ايه قلت ابدا هيقولك وهو رخر هيقول ايه ابدا عشان كده في كتاب مؤدس يقول لنا انت بلا عزر ايها الانسان فيما تدين غيرك بالدين مين نفسك القاضي العادل اللي بيسمع والي شايف يقولك انت حكمت انت حكمت خلاص انت اللي حكمت عن نفسك عارفين القصة بتاع الدقود لما راح له نساني النبي وقال له فيه واحد مش عايف كذا 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 ايه رأيك يتعمل فيه يقتل موتن يموت الراجل ده قال له انت الراجل ده انت الراجل ده على طول مش انت حكمت هو الحكم كده فكل حكم اللي بنحكمه هو حكم علي قبل ما يكون حكم على ايه على غيري مش ان كده نصلي ونطلب يا رب ارحمنا يا رب تحنن علينا يا رب ترائف علينا يا رب ملانا حنية على اخواتنا التدريب اللي نفسي ناخده الاسبوع ده هو ايه ان احنا نطلب المراحم من الله ونطلب ان الله يتحنن علينا وعلى اخواتنا يتحنن علينا وعلى اخواتنا يرقف بيهم يعني تشوف حد وحش تشوفي حد وحش اطلبي من اجلها اطلبي من اجلها يا رب تحنن اتحنن يا رب على فلانا باركه ولا تلعنه استفانوس نجح في الموضوع ده استفانوس كان عمال يقول لا تقم لهم يا رب هذه الخطيئة يا رب يطلع منهم ناس حلوين وفي الاخر خالص طلع طلع بولوس الرسول كان واقف بشدة وعمال يرمي بالطوب اتحول قلب بولوس الرسول وطلع لما طلع استفانوس السماء وبعد شوية استشهد بولوس الرسول وطلع فوق في السماء قاعد جنبه قال له زاك حبيب انت جيت انا مبسوط ان انت جيت كنت بصليلك عشان ربنا ما يقم لكش الخطيئة بتاعتك وانت بترجمني وديك ايه خلصت عايزين الناس تخلص عايزين الناس تخلص مش عايزين نهلك الناس هو لا يشاءها لك احد ساعة المرأة الخطية قال لها كده هم واقفين عايزين يرجموها قال لهم من منكم بلا خطيئة فاريلمها اولا بايه بحجر وبعدين لما فيش فايدة قاعد دي لما كان بيكتب على الارض كل واحد حس بقى فالمسيح بيقول لي كده هوت هتكف عن اخواتك ولا انا كمان فتألك وطلع هتعرف تطلع رب الا طلع ده هيطلع بقد عنكم كل واحد فينا مليان في مين اللي بار يقول انا بار هيطلع كتير هقف صادو ازاي هبقى عريان ومكشوف في الوقت ده هقول يا ارض ايه شائي وبلعيني للجبال اسقطي علي ارحمني يا رب نطلب المراحم شان كده المسيح قال لها اما دانك احد قالت له لا ولا انا ادينك اذهبي بسلام ولا تخطئي ما تخطئيش تاني تعمليش كده تاني بحنية عايز يقيمها مش عايز يهلكها ربنا يدينا كلنا ان احنا ايه لا ندين احد عايزين نطلب حنية في القلب واول ما تلاقي كده عينيك كده راحة شمال ويمين على فلان وخطايا فلان افتكر على طول خطايا نفسك وقول يا رب ارحمني وارحمه او ارحمها اتحنن علينا يا رب نجينا يا رب من ايدانا انت ده حكم انت بتصدره وخلي بالك والحكم ده في السماء الله بيرائب لألا تكون يجي ربنا يعملك بنفس الطريقة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد لأباد كلها أمين اشتركوا في القناة